أهلا بحضراتكم مرة تانية المباراة كانت مهمة جدا مبارح ما بين الأهلي والاتحاد المنستيري إياب دوري 2.32 وطوري دوري أبطال أفريقيا الأهلي يعني أدى مباراة بشكل أكثر من رائع بشخصية مهمة جدا وكنا مفتقدينها بالنسبة للفريق على مدار فترات قليلة جدا فاتت بالتحديد في نهاية الموسم الماضي والأكتر حاجة بسطة الواحد بصراحة أنه هو شايف جزء كبير قوي قوي من شخصية الأهلي بترجع في الملعب تفرض أسلوب لعبك بتقدر أن أنت تحرز أهداف بشكل جاي تلت أهداف عدد كويس جدا قدام فرقة محترمة زي في الاتحاد المنستيري مش عايز أقلل خالص من انتصار النادي الأهلي ولا ندي فرصة لأي حد أن يقلل من انتصار النادي الأهلي لأن فرقة الاتحاد المنستيري فعلا فرقة قوية لكن أنت بشخصيتك وبأسلوب لعبك وبطريقة إدارة المبرامن من كولر وبأداء اللاعبين وجهزيتهم البدنية كمان قبل الفنية قدرت أن أنت تفوز في المطرين بشكل مميز جدا وبأداء مقنع للغاية مجموعة المطرين الأهلي أقنع جماهيره بشكل كبير جدا الأهلي طب من جماهيره بشكل واضح قوي دور جمهور الأهلي كمان مبرح في الملعب يعني ما ينفعش من نتكلمش عنه لأن الجمهور الأهلي دايما هو بيبقى العنصر اللي بيرجح كفتك أيا كانت المبراء قدام منتهى الحماس منتهى التشجيع المميز جدا ومؤذرة اللاعبين بشكل رائع وأنا بشوف أن دور جمهور الأهلي على مدار الموسم ككل خلال البطولات المختلفة هيكون هو اللي بيرجح الكفة بشكل كبير قوي في الفوز بمختلف الألقاء وعودة البطولات بالنسبة للنادي الأهلي اللي افتقادها الفريق في الموسم الماضي لكن اللاعبين كلهم قدوا بشكل كويس عايش شهيد بطاهر محمد طاهر اللي عمل هدفين صنع هدفين بشكل جيد جدا ومبقى متخصص كور سابتة واضح جدا من خلال الماتشين يتلعبوا لحد دلوقتي وواضح أن في قناعة كبيرة قوي من كلر بطاهر وكمان أحمد عبدالقادر اللي افتتح أهداف الأهلي في الديئة 15 وسهل المباراة بشكل كبير جدا على الفرقة بمهارات وكدرات خاصة للغاية وأنا بتصور وبتوقع أن كلر حيكون يعني الشخص اللي حيخلي أحمد عبدالقادر ده واحد يعني بإمكانيات عظيمة جدا هو عندهم إمكانيات ممتازة بس توظيفها يكون ازاي المدرب هو اللي حيقدر يساعد أحمد عبدالقادر على التطور متوقع كده بشكل كبير فأحمد عبدالقادر برضو من نجول مبورها علي معلول مميز جدا عبدالمنعم كالعدة متولي ما شاء الله الواحد كان مفتقد جدا يشوف متولي في الملعب بالأداء المميز ده أكرم طبعا مش محتاج أن نحن نتكلم عنه ما شاء الله برضو لسه راجع من صليبي 90 ديئة في حاجة و70 ديئة ممتازة بأداء ممتازة وبقوة بإصراره بالروح معتادة على أكرم توفيق مش عايز أن نسى حد لكن الفرقة كلها كانت مميزة محمد شريف بس محتاج أنه شيل الضغوط من عليه بشكله أو بآخر حاس أنه مضغوط زيادة على اللزوم عايز يثبت نفسه انت مش محتاج تثبت نفسك شريف انت لعيب كبير جدا وهداف وفي قناعة كبيرة قوي قوي من الجازفاني ومن جمهور الأهلي كده كده فشيل الضغوط من عليك وإن شاء الله تبقى موفقة خلال الفترة اللي جاي أكتر من فرصة كده ما قدرش أنه يتصرف بيها بشكل كويس ولازم نحط في الاعتبار أن محمد شريف لسه راجع من إصابة برضو إصابة كانت شقليلة وكانت طويلة وعضلة ضمة موضوع بباريخ مشاية لكن بنصد جدا في محمد شريف شدي حسين اللي لعب والأهم من كل ده أن احنا تطمننا على أن الأهلي عنده فرقة متكاملة برضو إحنا لسه عند كلامنا ناقص عنصر اتنين وإن شاء الله يضعفوا في شهر يناير على الصعيد الأجنبي بالتحديد لكن في نفس الوقت أنت عندك دكة كانت يقيلة أو مبارحة السلوية كان على الدكة أفشة كان على الدكة شدي حسين على الدكة أحسام حسن الموجود على الدكة من تاني نزل يا جماعة حسين الشحات لا فيه لعيبة قيلة قوي على دكة النادي الأهلي وده اللي يمكن كنا احنا بنتطرق لي أثناء الفترة بتاعت الصفقات والتعاقدات كنا مقتلعين أن الأهلي طبعا محتاج تدعمات دعم بتلت مراكز إن شاء الله بإذن الله يكمل تدعماته في شهر يناير ده أمر شبه مؤكد بإذن الله تعالى عشان تبقى قائمتك متكاملة بالشكل المطلوب في ظل المنافسة الشرسة على كل الأرقاب سواء المحلية أو القرية فده بخصوص مباراة الأمس صفحة واتقفلت وصلنا الدور الـ 16 دور المجمعات بالتحديد للبطولة المهمة جدا من نسبة الجميع الأهلي منتظرين إن شاء الله الفوز بهذا اللقب